أمام مقر وزارة الخارجية البريطانية في لندن بدأ ريتشارد راتكليف زوج نازانين المواطنة البريطانية من أصل إيراني إضرابا مفتوحا عن الطعام للمطالبة بإعادة زوجته إلى البلاد خاصة وأنها تعاني بسبب الإقامة الجبرية المفروضة عليها تحدثت إلى نازانين هذا الصباح إنها قلقة من العودة إلى استجن مرة أخرى تعيش تحت ضغط وخيبة أمل كبيرة فترة بقاء هنا مرتبطة باستجابة الحكومة وزارة الخارجية البريطانية قالت إنها ستواصل الضغط على النظام الإيراني بهدف إعادة نازانين التي اعتقلت في إيران بتهمة التجسس وقضت فترة حكمها البالغة خمس سنوات في حين ترى العائلة وبعض السياسيين المتضامنين أن حقيقة تحميل المسؤولية لإيران لا تعفل حكومة البريطانية من التزاماتها تجاه مواطنيها الحكومة البريطانية عليها أن تواصل الطلب من النظام الإيراني إطلاق سراح نازانين وباقي المعتقلين وأنا أدعو النظام الإيراني لإطلاق سراحهم بأقصى سرعة إنهم مواطنون أبرياء ولديهم أطفال تجدد الأزمة جاء بعد قرار إيران منع نازانين من السفر لاتهامها ببث دعاية ضد النظام الإيراني فور إطلاق سراحها من السجن اتهام جديد خسرت نازانين الاستئناف ضده لتصبح مهددة بالعودة مرة أخرى للسجن إضراب جديد عن الطعام يقوم به زوج نازانين بعد إضراب مماثل قام به في العام 2019 ولذات الأسباب الضغط على الحكومة البريطانية لإعادة زوجته التي تسبب اعتقال النظام الإيراني لها في تفريق شمل العائلة عمر بشير الغد لندن